السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي والمقابلة أمام أنجولالية مقابلة ودية في مارس كندن 22 مارس مقابلة قوية عدتكم بملعب أدريف مدينة أغادريف أجواء رمضانية رائعة صراحة عدتكم هذه المواجهة كندن 11 رمضان عدتكم مواجهة كبيرة وكبيرة بزاف صراحة في أجواء رمضانية ملعب أغادريف أعلى ما أدونا عدتكم في الساعة العاشرة ليلا بقي ما شوفنا في الساعة ولكن مرتقب أنها تكون في العاشرة ليلا مقابلة كبيرة صراحة عدتكون بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الأنجولي بطبيعة حالي عملوا حد قفزة قوية بترتيب العالمي راكحة المركز الثالث والتسعون بطبيعة الحال إذا منتخب أنجولا من المنتخبات القوية في القرى الإفريقية بطبيعة الحال لا جدالة ولا نقاشة في ذلك منتخب قوي صراحة إذا تكون تشكيلات أساسية والإحتياطية للمنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال أمام منتخب أنجولا هيا نتعرف أولات تشكيلات أساسية أنا قلت الخمسة أساسية أبدأ بالحارس ياسيم بأنه حارس فارق الهيلال السعودي اللي هو من الحرس الجيدين بطبيعة الحال والحرس الطموحين والعالمين حارس الهيلال السعودي حارس كبير صراحة أنه من الحرس الكبار في الوطن العربي أو في العالم كامل بطبيعة الحال يقدر في كأس الإفريقية يحرص ربعا دي المقابلات ودخل الشباقية وثلاثة الأهداف صراحة ما كناش إحنا كاملين مزياني في كأس الإفريقية ولكن ياسيم ورما كرسون برساك بشي أخطأ لية كبيرة أو شي حاجة بشي ونخطي فعند لعبناي في أكرد لعب ويستام الإنجليزي لعب اللي كلاعب في واحد البطولة لية قوية ولكن ما عرفنا شنواق عن ويستام كانت تنازم وقد تخل في الشيباق ديال كدفت لسد مقابلت على مقادم تخل في الشيباق ديال 11 هدف وصعيبة بزاو صراحة تكونت مدافع في واحد الفرقة وفي الثلاثة ديال مقابلة السقب 11 هدف شي حاجة اللي صراحة شي حاجة اللي صعيبة وصعيبة بزاو صراحة بشأن نكونوا منطقيين مشوا بطبيعة الحال عدل اللعب الشادي رياد 20 سنة لعب ريال بيتز إسباني لعب اللي كلاعب في البطولة الإسبانية نحن عرف البطولة إسبانية قد تخل في البطولات الخمس الكبرى بطبيعة الحال شي حاجة اللي حفر شادي رياد صراحة من العناصر اللي هي رائعة بطبيعة حال منتخب المغربي هايكون ان شاء الله حاليا بقي ملعب تطريقة مع المنتخب المغربي وخاننا دهجج للمرة تنادف لائحات مارس 2023 وكذلك تنادف كأس إفريقيا ولكن ما لعبش باتاتا لعب شادي ريال بيونتايل ايمن عنده لائب أشواف حكيمي لعب طالسا جيمال فرنسي وكنت منه أنه يتبع مبابين ريال مدري كما أكدت صاحبات ماركا أن مبابين صافي ملعقد مع ريال مدري مدتو خب السنوات لعب مبابين بطبيعة الحال كانت منه أنه اشارف حكيمي حتى ويمسي للريال مدريد خاصة الريال مدريد كتعاني بزاف الطائل ايمن بطبيعة الحال وكانت منه أن الريال باعتقد أنه جاءت النطابي مجانا تحاول تشريء أشارف حكيمي صراحة هنا يكون شيئ جميلة نشوفه أشارف حكيمي كذائر ايمن ونشوفه في موثومة جيد يوسف القديمة هذا لعب الريال مدريد الرئيب حاليا كان يحر شيئ جميلة صراحة نشوفها في الريال الماضي نشوفوا الاظهيرة مغاربة لا اشرف حق يميله يوسف القديم شي حاجات تكون جميلة وجميلة بزاف صراحة بدون نقاشه او 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 دوات ها او كان انتظر لما كتعرفوا الصباح او يوسف القديم اللي عنده 18 سنة ظاهر واعر عايكون واعيد صراحة في المنتخب المغربي في الكورة المغربية حاليا مقيمة تناداش عليه ولكن مرتقب انه يكون في الائحة ماث بشي ان خدت وسط الميدان بدأ قراره بتلاعب مولا شوطر رونية اللي زي من suffer بدأت تتشرجع بطبيعة حل الباريق ديالها بدل اي نقطة تشكة مرتشل بدأت تتشرجع الباريق بعد كأس إفريخية سوفيا امرا بتعديل مالشوطر بدأت تجلب النتائج الائجوبية كانت لدينا حاليا تلاتة الانتصالة سموت تتغريف بدأت تجلب خاصة الامبات تعادل سي تيب طبعات حال مالشوطر رونية اللي زي في الاجهوات التوازل لها بطبيعة الحال لأنه ما اشتراه فرق عالمي بدون نقاش ما عنده قمت عليهم أن أعطيه لعب مارسيليا الفرنسي عم الأسماء الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي أعطيه عنصر جيد صراحة من المنتخب المغربي من العناصر الكبيرة في المنتخب الوطني المغربي لعب عز الدين وناحي لعب مارسيليا الفرنسي من العناصر جيدة جدا صراحة النقبة الوطنية صراحة بينه موسى ولا بأسها في كأس إفريقيا وقحنا ما كنا صراحة ماشي بزياني مياه في ميوري كنا شيئا مصافي ولكن عزتين أنا حمل العناصر الجيدة صراحة دي النخبة الوطنية ودي المنتخب نغري مشيو عن اللاعب سماعين السيباري لعب اندوبن لعب لي عنده 22 سنة وتكون برجيقي وقلاف اندوبن لولندي من العناصر جيدة كذلك ليو اللاعب سماعين السيباري يبقى من الأسماء الرائعة صراحة في المنتخب المغربي والأولمبي وكذا بعد حال يستعد يطلع مع المنتخب الأولمبي كأس الألعاب الأولمبي اللي يعطيكم في فرنسا بطبيعة حال شيئا جميلة بعد الزعود مع المنتخب المغربي كأس إفريقيا لعب جوج المقابلة لعب مقابلة كأساسي ومقابلة كحتياتي صراحة ما كان مع 11 رجالي لك الوقت اللقصنا يعطيه و لكن يبقى سماعين السيباري من الأسماء الرائعة يو عند إلياس أخو لاعب فيا ريال 19 سنة لاعب اللي ماد صراحة المعمر لعب في المنتخب و لكن لا إلياس أخو ماش و خاصة في شرك فتقال المغرب أنقول لأنها يكون لا مفرعية بجوج للاعب الأجنحة لا أحكي بجيش و إنه سوفيان بوفر كده نغيب على هذا تربوز دي الماريس طبيعا لا شيئا ولا نقاشا فيه هو التربوز كيف كان تربوز ماريس لكونا وزنا البرازيل أجواء رمضانية كذلك والبيرو كنا فوزنا بطانج بجوج لواحد و لعبنا بسبانيا وتعدلنا بزيرو مش عند لعب صامت زلزولي لعب ريال بيتس الإسباني اللي هو من العناصر جيدة بطبيعة الحال في منتخب المغربي باقي ما بيجدك المؤهلات اللي كان بقشوا لليها صراحة اللعب صامت زلزولي اللي كانت منه لوحد صعيد وأنه تكون عنده اللمسة الأخيرة في المنتخب الوطني المغربي بطبيعة حال بدون نقاش اللمسة الأخيرة هي اللي مهم ما بطبيعة حال تكون عندك لك أنت عندك اللمسة الأخيرة نرى شي حاجة اللي هي جيدة بطبيعة حال شي حاجة اللي هي جميلة شي حاجة اللي هي كبيرة بدون أي نقطة تشك لكن عب صامت زلزولي باقي كيف تتاقد اللمسة الأخيرة مش عند لعب إلياس عسني لعب السد القاطري لعب لعدو 18 سنة معرفتها لعش مشان قاطر لعب إلياس حسني من العناصر الرائعة والشابة بطبيعة الحالية فقط كانت نوصل 18 سنتين من العناصر الجيدة طبيعة حال لعب إلياس حسني من العناصر الكبيرة مشوا اللاعب الخمسة الاحتياطية مشوا عند لعب غير المسائث لعب الشباب السعودي هو عمي المنزخب الوطني المغربي من العناصر كبيرة بطبيعة حال ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة من خيرة للاعبي اللي عند المنتخب الوطني المغربي لاعب كابل صراحة بقيمة كبيرة في النخبة الوطنية أو في المنتخب الوطني المغربي لا نصير رائعة ديال النخبة بطبيعة الحال مشوا اللاعب رقم جوج لو لاعب بولونيا الإيطالي أوسى ملعى الزوزي لاعب ليسعد معنا كأس إفريقيا ولكن ملعب معنا احتا دقيقة بطبيعة الحال معوصل الو مهم بطبيعة الحال انه يكون معنا في القائمة ديال المنتخب الوطني المغريبي لعب رائع بطبيعة الحال لاعب اسامل عزوزي ليقدر يعزز المنتخب المغربي بطبيعة حال فد لقاء دير انجولا واسامل عزوزي راسعود معنا كاس افريقي وملا عزوزي واحد احتا دقيقة بطبيعة الحال ماللهspace اللي سقدر تعطيني شي حاجة كبيرة صراحة في المنتخب المغريبي بألعاب الالمبية يكون ان شاء الله فيه وعندما كان لعب وليد القرسي من 29 سنة لعب براميد المصر ومع فرصة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي لاعب وليد القرسي لا يمكن يتزاو بجهودات القبيلة لا في الويداد ولا في البطلة المصرية لا يمكن يتزاو بيجهود والكوتش وليد القرسي في اللائحة المارض ويشوف تلك القدرات بطبيعة الحال لعب وليد القرسي اللي قسموه أن اللاعب مزيان وتمني كان في الويداد البيضاء وكان مزيان صراحة الآن بشأن البطلة المصرية بشو اللاعب الآخر آمين عدلي لعب باير لبركوز الألماني اللاعب اللي كان حاضر معنا في كأس إفريقيا صحيح ما كانش دقي الأداء اللي كنا كان نحلمو بهم من طرف اللاعب آمين عدلي ولكن كي بقى من الأسماء الرائعة في المنتخب المغربي اللي يقدر بطبيعة الحال يقدر يفيد المنتخب المغربي بزاف صراحة بدون أي نقطة شك يقدر يفيد المنتخب المغربي بزاف صراحة أمين عدلي لعب باير لبركوز الألماني اللي عنده 23 سنة على معادن من العناصر اللي تقدر تعمل شي حاجة المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال بدون نقاش بين الجب adjustment وهذا نوعه ثم like من العناصر بالعايوب الكاعبي mappedه أولابياكوس اليوناني بطبيعة الحال جيدة في المنتخب الوطني مغربي تعمل يقل على العب ب una لحد متخب المقابلة اولمبياكوس ليولاني. اللي هو عنصر اللي ايه ايه. والعلاس هاللي خلاش كل جيدة بطبيعة حال المنتخب المغربي بطبيعة حال هاتش اللي كان هاتش شكرا لكم و الى اللقاء و الى الملتقى و الى فيديوهات مقبلة.